السلام عليكم متابعين دراما سبورت بسبب فيروس كورونا تلخبطت كل أمور المباريات سواء مباريات التصفيات أو حتى المباريات الدولية الودية تم تأجيل كل مباريات التصفيات والمباريات الودية إلى أجل غير مسمى لكن إسه في معسكر داخلي للمنتخب ضمن أجندة اتحاد كرة القدم وضمن أجندة الكادر الفني والإداري لمنتخب سوريا معسكر منتخبنا الداخلي بسوريا ممكن يبدأ بيوم 22 آدار يعني بهذا الشهر ومع نهاية شهر آدار حيخلص المعسكر يعني فيك تقول حوالي 8-9 أيام منتخبنا حيكون متواجد بالشام خلال حل المعسكر ما حتشوف أي مباريات ودية ولا مباريات من التصفيات وحتى مع نهاية المعسكر كل لاعب حيرجع لنادي وكل لاعب حيرجع لدوري من دون أي مبارية ومن دون أي مشاركة مع المنتخب بالتصفيات أو حتى بمباريات دولية ودية عندي يا شباب بهذا الفيديو فكرة جديدة ممكن تكون جديدة أكيد للبعض لكن عند بعض الآخر ممكن ما تكون جديدة وموجودة بالفعل باليابان بالصين وبعدد دول هاي الفكرة عبارة عن مباراة ودية خلال المعسكر الداخلي للمنتخب ممكن تجمع بين منتخبنا الأول وكمان نجوم الدور السوري يعني ضد نجوم الدور السوري هيك نوعية من المباريات عم شوفها كل سنة عم تجمع نجوم الدور الياباني مع المنتخب الياباني هاي المباراة بتاخد طابع كرنفالي وأحيانا عم تاخد طابع تسويقي كمان عم شوف أحيانا نجوم الدور السيني ضد ريال مدريد أو ضد برشلونة فهيك نوعية من المباريات بنحتاجها خصوصا بأيام الكورونا يعني ما في مباريات ودية ما في مباريات بالتصفيات ما في مباريات رسمية مجرد معسكر داخلي عدا عن ذلك يا شباب أنا متأكد تماما أنه الجمهور السوري حيكون متواجد بهيك نوعية من المباراة خصوصا أنه ولا مرة شاف منتخبنا الأول أنا بحكي عن الجيل الجديد يعني الجيل الجديد ما شاف عمر السومة محمود المواس وهنا يلعبوا عرض الواقع بالملعب وبالشام ومنتخب سوريا الأول فكل هالإغراءات ممكن تساهم بوجود جمهور كبير يعني بالملعب بمباراة تحمل طابع كرنفالي وحتى تحمل طابع تنافسي ليش لا؟ مضمون الفكرة على الشكل التالي يا شباب الكابتن نبيل معلول مع الكادر المساعد حيختاروا 22 لاعب للمعسكر الداخلي بعدها حيتم تكليف الكابتن ماهر بحري متصدر الدور السوري مع نادي تشرين والكابتن هيسم شطل وصيف الدور السوري مع نادي الواسبة لاختيار 22 لاعب تقلقوا بمرحلة الزهب بالدور السوري يعني ممكن نشوف منتخب رديف للمنتخب الأول مكون من 22 لاعب من كل الأنذية ممكن تشوف حارس من الكرامة مدافع من الفتوة ظهير من الجزيرة خط وسط من تشرين جناح من نادي الطليعة وهلوم ما جرى يعني بتشوف تشكيلة واسعة من لعبة الاتحاد من لعبة الوحدة من لعبة الجيش لكن كمنتخب رديف طبعا والشرط الأساسي أنه هذا المنتخب الرديف ما يتكون من عناصر موجودة بالمنتخب الأول يعني إذا تم اختيار إبراهيم عالمي ورد السلامة محمد المرمور كامل إحميشي للمنتخب الأول فأكيد لازم الكابتن ماهر بحري والكابتن هيسم شطل يختاروا 22 لاعب مختلف عن اللعيب المشاركين بالدور السوري مع المنتخب الأول وهون بيصير عندنا منتخب أساسي مكون من خليط من اللعيب المحترفين ونجوم الدور السوري بقيادة الكابتن نبيل معلولولو أكيد والكادر الفني ومنتخب رديف من نجوم الدور السوري اللي يتألقوا لكن ما أخذوا فرصة كافية مع المنتخب الأول بعد تكوين هذا الفريق بنعمل مباراة ودية ممكن ناخد ريع هاي المباراة لصالح بعض الفقراء أو حتى للعيبة سابقين توفوا لعوائل هاللعيبة اللي عم بيعانوا من فقر شديد يعني وما أكتر من هالنوعية من الحالات الموجودة مثل مرحوم محمود محملجي وغيره من عوائل اللي بتحتاج للمساعدة بظن هيك نوعية من المباراة ريع هالمباراة بتروح لهيك عوائل حتكون زو فائدة إنسانية عادة عن الفائدة الرياضية والمتعة بتمنى نستفيد من المنتخب الأول مو بس فقط للمتعة والقيل والقال والأخذ والعطى لا نستفيد من المنتخب على شكل إنساني بشكل إنساني ونحن بنحتاج لهذا الشي خصوصا للعيبة اعتزلوا وتهمشوا رغم انه قدموا كل شي للكرة السورية وهيك أفكار ما بظن انه أي شخص أو أي لاعب ممكن يعترض على هيك فكرة خصوصا للمباراة ممكن تكون كرنفالية مع شوية إسارة يعني طبيعي جدا إذا المنتخب الأول لعب مع نجوم الدور السوري حنشوف مباراة فيها إسارة فيها تشويق وممكن تاخد طابع تسويقي كمان يعني بعض الشركات الرائية تاخد عاعة تقه هذا الموضوع خصوصا إنه الهدف ممكن يكون إنساني وكمان الهدف للمتعة يعني الجمهور السوري بيستحق إنه يشوف المنتخب الأول بيوم الأيام إنه عم يلعب بسوريا وعارضه وعم يشوف هالنجوم يعني عمر السومة محمد عثمان محمود المواس أغلب اللعيب المحترفين طبعا هيا شباب مجرد فكرة من مجموعة أفكار فينا المطرحة خلال الأيام الجاية لكن نتمنى يعني ياخدوا هيا الأفكار عم حمل الجد ممكن تصير لأنها صارت باليابان بالصين بعد الدول وليش ما بتصير بسوريا خصوصا هل النشاطات كلها متوقفة بسبب فيروس كورونا يعني النشاطات الرياضية بشكل عام متوقف يعني أنت الدوري السوري تابع للاتحاد الآسيوي تابع للفيفا فأنت مجبور يعني كتضامن مع هاي الاتحادات توقف الدوري لكن مباريات ودية أو كرنفالية فيك تعمل هيك نوعية من المباريات وتساعد فيها بعض المحتاجين كطابع إنساني وطابع كرنفالي بنهاية هذا الفيديو يا شباب هاي الفكرة مجرد فكرة إذا الكابتن نبيل معلول اعترض على هاي الفكرة فأكيد بلاها هو أدرة مع المنتخب الأول لكن احنا بنحكي شغلات يعني ممكن عم تخطر ببالنا كأفكار خصوصا بعد التوقف الدولي والتوقف بسبب مرض كورونا فعم نطرح هاي الأفكار كأفكار بديلة كأفكار ممكن تساعدنا وكمان حابين نستمتع بالمنتخب الأول بشكل أو بآخر وفي مباريات ودية حقيقة عم بتصير يعني عم بتشوف نادي الوحدي عم بلعب مباريات ودية نادي تشرين عم بلعب مباريات ودية كل الأندي عم بتلعب يعني والحمد لله مرض أو فيروس كورونا غير موجود بسوريا فإن شاء الله يبقى الوضع متل ما هو ونساعد شوي هاللعيب القدامى ببعض الأفكار الضرورية على كل حال إذا ما أخدوا بهاي الفكرة فبتمنى يطرحوا أفكار تانية يفاجؤون بأفكار تانية وحنكون من الشاكرين ومن المصفقين وإذا بدك من المطبلين متمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير و سلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر